السيد مراد عباس مدير الترجمة والتأليف والنشر بالمجلس الأعلى للغة العربية صباح الخير سيدي شكراً لتربيتك الدعمة صباح الخير مرحباً أهلاً بك مرة أخرى في البداية سيدي اليوم اليوم العالمي للغة العربية كيف ترى واقع لغة الضغط في العالم أموماً وفي الجزائر خاصة؟ طبعاً اللغة العربية في العالم تجد انتشاراً وتجد قبولاً ولأدى على ذلك من اختيار بعض الدول لهذه اللغة كلغة ثانية في التدريس مثلاً كوريا الجنوبية استبدلت اللغة اليابانية باللغة العربية أصبحت اللغة العربية الآن هي اللغة الثانية الآن تجدين اللغة العربية تجدين قنوات أكثر وأكثر إعلامية بالنسبة يعني تعتمد اللغة العربية اللغة العربية تجدينها في الأسواق اللغة العربية تجدينها اللغة الخامسة من عدد مكثرة المستخدمين نعم المحتوى الرقمي العربي في الانترنت يزيد بنسبة عالية جداً يعني لو تقارنين سنوات ماضية يعني تجدين هناك قفزة عملاقة بالنسبة لإستخدام اللغة العربية في الانترنت لذلك اللغة العربية تتجه نحو العالمية يعني هي طبعاً لغة عالمية لكنها تكتسب أكثر وأكثر هذه الصفة ربما تزامناً مع التطور التكنولوجي كذلك الذي يشهده العالم سيد مراد عباس ما هي أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية اليوم؟ تحديات طبعاً هناك تحديات يعني نقول عليها تقنية تحديات مثلاً قلة البيانات الرقمية ونحن نعلم أن هذا العصر أو القرن القرن الحادي والعشرين يطلق عليه بقرن البيانات أو أيضاً البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين ونرى كما نعتبرها بأنها نفط القرن الحادي والعشرين وهذا صحيح طبعاً قلة هذه البيانات هي تشكل تحدي بالنسبة للغة العربية لأن قلة البيانات معناها عدم التمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بشكل كبير على المعطيات الرقمية هناك أيضاً مشكلة آخر وهو عدم توفر الحواسب عالية الأداء بالنسبة في الجامعات والمخابر ومراكز البحث هذه تشكل مشكلة لأن بدون حواسب عالية الأداء لا ينتمكن من تنفيذ هذه البرامج أو تسمى برامج تدرب العميق للآلة هذه هي التي أنتجت لنا ما نعرف الآن مثلاً باسم chat GPT وهو language model large language model يعني نموذج لغوي واسع وكبير جداً لا يمكن إنتاجه عن طريق حواسب عالية فهذه هناك مشكلة وأيضاً المشكلة الأخيرة أو الثالثة ليست أخيرة ولكن على الأقل المشكلة هذه هي الأهم وهو عدم الوعي باستخدام اللغة العربية يعني اللغة العربية يجب أن نجدها في المدرسة والمصنع والجامعة والمؤسسة وإلى غير ذلك من مناحي الحياة فهذه يعني يقول الاقتصاديون بأن هناك خسارة كبيرة تقدر بملاير دولارات ناجمة عن عدم استخدام اللغة العربية ربما تكلمت عن نقطة مهمة تتعلق بالجانب التعليمي هل ربما هذا راجع إلى ضعف الواقع التعليمي وكذلك يعني دراسة اللغة العربية بالمؤسسات التربوية في الجزائر أو في مختلف الدول العربية يعني هل هناك ضعف في هذا المجال؟ لا يمكن أن نقول ضعف يعني لأن ضعف في هذا المجال طبعا يجب أن نعمل دراسة يعني لا نستطيع أن نقول بأن هناك ضعف الضعف يعني هذه النتيجة أو الخلاصة هذه يجب أن تكون بناء على دراسة قد نقوم بها لكن أعتقد أن استخدام اللغة يعني يجب أن نستخدم اللغة العربية مش قضية ضعف يعني يجب أن نستخدم لغة العربية يعني في الأول الأخيرة ربما سمحني قطعتك أستاذ ولكن شفنا أنه حتى المجتمع الجزائري غير التوجه نحو لغات أجنبية اللغة الإنجليزية أصبحت توجهها الجديد للشعب الجزائري ولكن اللغة العربية كيف يمكن الحفاظ على مكانتها؟ اللغة العربية لكلها لعندها مكانة في قلوب الجزائرين لأنها هي هوية الوطن هي اللغة الرسمية للبلد وهي لغة يعني الدين لغة الإسلام فرغم يعني ما قام به المستعمل الفرنسي من تشويه ومحاولة طمس طمس هذه الهوية يعني خلال استعمار وتدميره للزوايا الجزائرية لكن دائما هناك مقاومة وقد قال الشيخ عبد الحميد بن بديس شعب الجزائري مسلم وإلى العربة ينتسب فمن هذه الناحية لا مشكلة لكن المشكلة هو أننا يعني نحن كجزائريين وكعرب عموما يعني حتى في البلدان العربية هنا كين هذا المشكل هو اللحن في اللغة يعني نحن مثلا في كلامنا العادي نستخدم يعني تعدد لهجات ربما الأمر لا تعدد لهجات هو ثراء يعني بالعكس تعدد لهجات نستطيع من خلاله الحصول على كلمات ربما نعتبر أنها جديدة أو أنها ليست عربية فصحة ولكن من خلال يعني ذهابنا إلى اللهجات ممكن أننا نجد كلمات يعني مثلا هنا في الجزائر هنا كين مناطق وين يستخدموا لكلمات يعتقد أنها ليست عربية ولكنها عربية وتجدها في القاموس فقط نعم يعني كلمات عربية الأصل نعم نعم تحدثت عن اللهجات وقلت أنه هي ثراء بالنسبة للغة العربية ولكن البعض يشوف أنه تعدد اللهجات وكذلك ربما خاصة اللهجات المحلية وتكون أيضا مختلفة من منطقة أخرى أصبح يهدد اللغة العربية الفصحة لا أعتقد لماذا يعني يهدد يعني هذا كلام يعني أنا لا أعتقد أن هذا الكلام يهدد لأنه يعني يهدد لو مثلا استبدلنا اللغة العربية باللهجات نعم هذا تهدد لكننا لا أعتقد أن نريد أن نستبدل لغة موحدة لغة ثارية لغة يمكن يعني الآن تجد أغلب التطبيقات الموجودة مثلا الحاسوبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني تعتمد لغة العربية الفصحة لديها أدوات لماذا يعني أفتح المجال ومثلا أريد أن أدرس أو أنتج تطبيقات تعتمد لهجات فيعني هناك أعتبر هذا يعني عمل إضافي ويعني سيكلف أيضا بدون فائدة كذلك ربما طبعا طبعا أنا يعني أرى أن الإنسان يرتقي إلى استخدام لغة العربية الفصحة ولو لغة بسيطة بدل أن ينزل إلى استخدام لهجات ونحن نرى يعني المجتمع أو المجتمعات يعني تزحف وتنحو نحو العلم ونحو يعني لا نجد يعني محو لا نجد الأمية منتشرة كما كانت في السابق لذلك يعني الأصلح أن نتجه نحو الاستعمال اللغة العربية الفصحة البسيطة جدا لكن بدل أن الذهاب والنزول إلى أسفل واستخدام لهجات بالحديث دائما ربما عن أليات ترقية اللغة العربية ونهوض بهذه اللغة سواء في الجزائر أو في مختلف الدول عبر العالم كيف يمكن ترقية اللغة العربية خاصة وأن الوضع الحالي ربما هناك لما تحت عن البحث العلمي هناك ضعف في البحث العلمي باللغة العربية يعني الكثير من الطلبة والكثير من الباحثين يعني يبحثون باللغة الإنجليزية صحيح أنا واحد منهم يعني أبحث باللغة الإنجليزية بصفتين مختص في الذكاء الاستناعي يعني يجب أن تكون لدي نافذة معظم الأبحاث موجودة بالإنجليزية فهذا سبب أن يذهب الطالب لاستخدام لغة الإنجليزية أيضاً اللغة الإنجليزية هي موجودة يعني الإنسان إذا يريد أن يتوظف مثلاً في يعني في أماكن مختلفة من العالم يستخدم لغة الإنجليزية فهذا دافع في الحقيقة لكن لم نرى قوم أو أمة تطورت بلغة لغة أجنبية يعني مثلاً إذا أردنا أن نتطور يجب أن نستخدم لغتنا صحيح يجب يعني ما مشي مشكلة أننا نعرف لغات أجنبية ونتجه إلى تعلم الإنجليزية والفرنسية والصينية طبعاً أكيد هذه إضافة إضافة بالعكس يعني يجب علينا أن نتعلمها حتى نرى ما يفعله الغير لكن لغة العربية يجب استخدامها يجب تعميمها وهذا يعني أعتقد أنه يعني شيء يرغب به الكثير من الجزائريين باستخدام لغة العربية لأن في الحقيقة كما أشرت سابقاً الاقتصاديون يقولون بأن استخدام اللغة اللغة أجنبية في تطوير الاقتصاد البلد يعني يكبد هذا البلد يعني خصائر بملاير الدولارات يعني هناك اقتصاد ببني على المعرفة يعتمد على هذا المحتوى الرقمي الكبير الذي هو موجود على الشابكة وعلى ليريزو يعني انفورماتيك يعني هذا ربما يؤكد مدى أهمية الاحتماد على اللغة العربية طبعاً الاحتماد على اللغة العربية كما قلت لك يعني أشهدت لك بأن استخدام اللغة لغة أجنبية لا يمكن أن يؤدي إلى ممكن يعني أن الإنسان يتطور إلى درجة ما ماهوش معيار أيضاً لتطور كذلك استخدام لغة ماذا؟ لغة البلد؟ لا يعني أي لغة استخدام أي لغة أجنبية طبعاً لا يعد معيار لتطور أمامة طبعاً طبعاً كل لغة يعني يجب أن تستخدم لغتها نعطيك مثال اللغة يعني كوريا مثلاً الجنوبية في السابق كانت تستخدم لغة غيرها لكن لما قررت أن تستخدم اللغة العربية انظري إلى كوريا كانت ثالث أفقر بلد في العالم الآن أنظري إلى كوريا كوريا الجنوبية طبعاً لما تحطوا كذلك عن نقطة بما أنك مدير ترجمة بالمجلس الأعلى للغة العربية نتكلم عن حركة الترجمة في العالم يعني ترجمة إلى اللغة العربية لما نشوفوا أن هناك كتب باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى تترجم إلى اللغة الفرنسية أي لغة أخرى أيضاً تكون المدة الزمنية قصيرة يعني مدة أقل من عام تتم ترجمة لكن لما يتعلق الأمر باللغة العربية يكون هناك فارق زمني يعني طويل ونسناول لأجل صدور الكتاب يعني باللغة العربية هذا يعني مرده إلى أسباب عديدة ربما كان أسباب لا أتطرق إليها لكن الآن نحن في عصر الرقمناء وعصر الذكاء الاصطناعي يعني لماذا لا نستخدم الترجمة الآلية كوسيلة لتسريع هذه الترجمة فنحن نعلم الآن بأن الترجمة الآلية أصبحت يعني أكثر فعالية منذ قبل تقريباً منذ سنة 2017 لما تم التوجه إلى استخدام الترجمة الآلية العصبية أو ما يسمى بـ يعني أصبحت الترجمة وتلاحظينها مثلاً لما تستخدمي جوجل ترانسليت تلاحظين أن الترجمة أصبحت أكثر دقة دقة والأداء أصبح أكثر يعني أصبح أكثر جودة فيجب أن نتجه إلى استخدام الترجمة الآلية أعطيك مثال فقط نحن في عصر الرقمناء العالم ينتج حوالي مئات آلاف الملاهير من الكلمات فمثلاً لو يعني يومياً فمثلاً لو يعني قررنا أو وضعنا في اعتبارنا أن نترجم هذا المحتوى ويعني من طرف مترجمين بشريين كم يستلزم ذلك ما هو العدد المطلوب خمسين مليار مترجم بشري فإذا لم يعني العبارة أو العبرة من هذا القول أو هذا المثال هو أنه يجب علينا أن نتوجه نحو استخدام هذه الأدوات مسائرة التكنولوجيا طبعاً 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 يعني هذه أحد الأسباب يعني نحن يعني هناك كثير من الأشخاص يعني لا يعتبرون ربما ما زال يدور في ذهنهم بأن هذه الأدوات ما زالت بتلك الرداءة يعني في الحقيقة الترجمة الآلية سنوات الوراء كانت يعني ليست يعني جيدة بالمستوى المطلوب لكن الآن أصبحت لكن بعد طبعاً لا يمكن استخدامها هكذا فلازالت هناك بعض التحديات التي تواجه الترجمة الآلية فمثلاً هناك ما يسمى بال يعني الجانب الثقافي نجم أن يكون هناك وعي بأن لما أريد أن أترجم مثلاً كلمة أو عبارة إلى لغة أخرى فلا يسح أن نترجمها بنفس وربما تكون غير مفهومة أصلاً نعطيك مثال أنا وجدت وهذه من المشاكل التي نجدها في الإعلام الجزائري في صحيفة مكتوبة لن أذكر اسمها يعني وجدت عبارة سقط المشروع في الماء سقط المشروع في الماء هذا لا تصحي يعني لأن هذه ترجمة حرفية فهذا مشكلة نقوله مشروع فشل أو شيء من هذا القبيل ربما هناك أخطاء شائعة في اللغة العربية ربما أيضاً تتعلق الأمر في المجزة على اللغة العربية يزكي ما يسمى بالتنال العربي هذا يعني مشروع هو مشروع من اختبار المستوى في اللغة العربية وهو موجود يعني موضوع تحت تصرف كل الجزائريين ونحن ندعو إلى مشروع تنال العربي تنال العربي يعني يمكن أن توضح لنا هذا المشروع أستاذ هو اختبار يعني يحدد مستوى اللغة العربية هو اختبار عالمي مزكى من طرف اتحاد الجامعات العربية مزكى من طرف العديد من الأليكسو مثلاً وحتى يعني تم اعتماده من طرف البرلمان العربي الذي رسل البرلمانات العربية لنظر في كيفية تطبيقه في كل بلد يعني حسب القوانين التي تسير به يسير به ذلك البلد فهذا باختصار هو يعني يشبه إلى حد ما برنامج طفل بتاع الإنجليزية أو دفضل بتاع الفرنسي نحن يعني في المجلس عندنا هذا البرنامج لأنه عملنا اتفاقية مع مؤسسة التنال العربي الأردنية والمجلس على اللغة العربية يزكي هذا المشروع هناك شراكة بين المجلس على اللغة العربية الجزائرية وكذلك الجانب الأردني فيما يتعلق هذا المشروع هل هو تطبيق رقمي؟ هو برنامج برنامج مثلا برنامج رقمي يعني على نعم نعم يعني لما تجري الامتحان تجريه أونلاين يعني عن طريق الحاسوب وحتى الامتحان يعني بشوفوا يعني الشفافية على هذا البرنامج الامتحان هذا حتى يعني الناس اللي شغلوا البرنامج هذا مؤسسة التنال العربي لا تعرف الأسئلة فيعني هذا يعني يتم يعني انتقاء الأسئلة مباشرة من الخادم أو السيرفر تعلم حاسوب الموجود انتقاءه يعني يعني دقائق قليلة قبل الامتحان فيعني من ناحية الشفافية هذا يعني وكيف تكون يعني بمجانية هذة لا بالنسبة للمؤسسة هذة العملية لا ليست مجانية لأنها هي مكلفة بالنسبة للمؤسسة التنال فهي ربما المشاهد أو المتابع لنا في هذه الأثناء يود معرفة تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج يعني نظن أنه البرنامج الوحيد نعم ليخص اللغة العربية البرنامج الوحيد الذي هو مزكى من طرف مؤسسات عديدة وحتى أنه هو عضو في جمعية ممتحينية اللغات في أوروبا ويعني مزكى يعني معتمد معتمد نعم نعم طبعا نعم هناك يعني ممكن يعني أن نوضع لكم مثلا يعني الموقع الإلكتروني يمكن يعني أو تكتبوا فقط التنال العربي يعني يخبركم التنال في الجزائر تنال العربي في الجزائر نعم جميلة أستاذ مراد عباس نتكلم دائما بخصوص مسايرة التطور التكنولوجي في الجزائر نعود أيضا ربما إلى واقع هذا المجال في الجزائر رغم الجهود الكبيرة في الأوناء الأخيرة من طرف الدولة الجزائرية وكذلك من طرف الفاعلين في مختلف المجالات ولكن الواقع يعكس أن هناك ضعف يعني هذا الضعف إلى مدى راجع لا نعلم هل يتعلق بدهنيات الشعب أو دهنيات المجتمع الجزائري لربما يعني ما زال ما تعودش على الذكاء الاصطناعي أم هناك أمور أخرى ماشي قضية للشعب الجزائري لأن شوفي التحديات كما قلت القبيلة تفرضوها الدوافع فإذا كانت هناك دوافع يعني إلى استخدام الذكاء الاصطناعي فإحنا عدنا في الحقيقة في الجامعة الجزائرية وفي مخابر البحث يعني رغم أن كما قلت لك هذه المشاكل يعني عدم توفر الحواسيب عليه للأداء لكن هناك بحوظ تجراء هناك باحثين متميزين ليس هناك إشكال فيجب يعني أن تكون هناك دوافع لاستخدام الذكاء الاصطناعي دوافع حقيقية يعني وعي الشعب ويعني كل الشعب الجزائري وكل المسؤولي المؤسسات بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لأننا إذا أردنا استخدامه فلن يكون هناك مشكلة دوافع نعطيك مثال لك يعني فهمي الكلام هذا لأن مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات سابقة قامت بعمل بحوث حول اللغة الإنجليزية يعني هذه في سنوات سابقة يعني طويلة وبعيدة لكنها توجهت بعد ذلك إلى دراسة وعمل بحوث بالنسبة للغات أخرى بما فيهم العربية لماذا؟ هناك دوافع بالنسبة للهات المتحدة هي شغل دوافع اقتصادية دوافع ثقافية دوافع سياسية ودوافع عسكرية يعني حتى بالنسبة للغة الأفغانية في سنوات سابقة كانوا يفكرون في الآن أصبح هذا واقعاً لكن في ذلك الوقت يعني الإنسان لم يكن يتصور أن يصل الأمر إلى ذلك كانوا يعني عملوا جهاز أعطاوه للجندي الأمريكي لكي يتخطب مع المواطن الأفغاني لأن الجندي الأمريكي لا يريد أن يأتي بمترجم هذا شيء مكلف يكون عنده برنامج يعني هو يتحدث بالإنجليزية والأفغاني يتحدث بالإفغانية فالأفغاني يفهم ما يتحدثه الإنجليزي والإنجليزي الجندي الأمريكي يعني جهاز خاص بالترجم نعم جهاز والآن موجودة تطبيقات هذه في الحواسين في سنوات سابقة كان ذلك يعتبر شيء ضخم وضرب من الخيال فأفهمت يعني الآن لماذا التحديات تفرضوها الدوافع نعم إذا أردنا أن نعمل وأن نتجه وأن نستخدم الآن انظري إلى الجزائر لما اتجهت إلى الرقمنة واذا أثمينه التجاه إلى الرقمنة شيء جيد جداً هذا أمر صحيح أن نحن متأخرين نوعاً ما ولكن ما عليش يعني نحن الحمد لله نسير في طريق صحيح يعني نص المتأخرين خير من نص الله طبعاً لا ننص المتأخرين لأن العبرة ليست في من بدأ متأخراً أو انطلق متأخراً العبرة في السرعة التي سنسير بها يعني بالوتيرة نعم طيب كذلك نتكلم ربما عن أهمية المرافقة أيضاً أهمية مرافقة هذه العملية لتوصيع ربما الرقمنة كذلك نعم هل يتعلق الأمر ربما بلجان مختصة على مستوى المجلس الأعلى للشباب في هذا الخصوص أستاذ مورد عباس أين يكمن ربما دور المجلس الأعلى للشباب في المجلس الأعلى لللغة العربية عفواً لمرافقة هذه العملية وضمان ربما السير الحسن وكذلك ربما النتائج الإيجابية لها شوفي المجلس الأعلى للغة العربية لكل حال ليس هو المسؤول عن الرقمنة لكنه مسؤول عن الرقمنة في المجلس يعني ليس فقط الرقمنة لكن ترقية اللغة العربية عموماً شوفي المجلس الأعلى للغة العربية وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ومن بين الأشياء التي أو من بين المهام التي كلفة بها وهذا مذكور في نصر الدستور هو العمل على ازدهار اللغة العربية في مجال العلم والتكنولوجيا والترجمة فالمجلس يعمل على هذا الأمر لذلك استحدث مؤخراً في المنظام الجديد للمجلس هذه المديرية مديرية الترجمة والتأليف والنشر المجلس الأعلى للغة العربية كل منتجاته موجودة على الشابكة يعني كل شيء رقمي في المجلس الأعلى للغة العربية نحن استثمرنا في هذا الأمر وأيضاً حتى لو لا أدني كنتي زورتي الجناح المجلس الأعلى للغة العربية في المعرض السابق معرض الكتاب سفر ورق نحن وضعنا أقراس مدمجة وهناك كل الكتب وكل منتجات المجلس موجودة وفيها كلها فيها الكود بالقارئ يعني الآلي تستطيع أن تحصل على الكتاب يعني الحمد لله نحن في هذا المجل يعني ما فيش مشكلة يعني كل شيء مرقماً وللآن يعني الرقمنا يجب أن تعم على جميع المؤسسات وفي كل القطاعات يعني كما ذكرنا الرقمنا معناها يعني معناها بيانات أكثر وبيانات أكثر معناها يعني إمكانية الاتجاه نحو الذكاء يعني استخدام الذكاء الاستنراعي لأن شوفي يعني الذكاء الاستنراعي والمعطيات يعني شيئاً متلازماً مافيش معطيات مافيش ذكاء استنراعي نعم أكيد يعني بالتوازم على البيانات والمعطيات وكذلك استغلال الذكاء الاصطناعي أستاذ مراد عباس مدير الترجمة والتأليف والنشر بالمجلس العلى للغة العربية شكرا لحضورك معنا وعلى كل ما قدمته لنا الله عفو